السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يومكم هذا الحمد لله أتمنى من الله سبحانه أن يكون يومكم سعيد اليوم خاصة اليوم هو 2 دل حجة وهي من الأيام المباركة أو كما نتذكر في سورة الفجر والفجر ورئيين عشر يندب فيها اللي هو العمل الصالح أي شيء من العمل الصالح صادقة زكاة مساعدة فعل خير صوم أي شيء صلاة كل شيء زيارة أهل وأقارب وأصحاب إلى آخر نكلم عن موضوع من الأسبوع اللي فات اللي هو موضوع الاقتصاد الزراعي وأنا عارف ومقطعه ومعتقد أنه هو موضوع ثقيل الشباب يمكن ما يحبوش يتكلموا في الحاجات التقيلة دي لكن هو زي ما تقوله كده شيء لابد من معرفته ولابد من استيعابه ولابد من إدراك أهميته اللي هو الجائع اللي يعرف الحكمة وده مقولة صينية قالها أحد الحكماء الصينيين وأنا طبعا بشكر كل الشباب اللي لنا شغال معاهم دول عبد الرحمن ومحمد نجم وأحمد الشيخ اللي دايما بيحققوا كل هذه الأشياء في أرقام قياسية الحبوب اللي هي بتساوي رغيف العيش خبز يعني حبوب قيمة الحبوب لن نتكلم عنها طبعا نحن فاكين قصة سيدني يوسف عليه السلام في القرآن لما الملك أو عظيم مصر أو حاكم مصر شاف المنام السبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سمبلات خضر أخرى يا بوساد فمعرفش يفسر الحلم فكان فيه واحد مزجون في السجن اسمه يوسف عليه السلام فذهبوله عشان يفسر لهم الحلم ده اللي هو كان أساس إعادة بناء الاقتصاد في أعظم دولة موجودة على الأرض في هذا الوقت اللي هي الدولة المصرية القديمة ففسر لهم الحلم ده اللي هو السبع بقرات العجاف والسمان ففي يوسف قال لهم عليه السلام في القرآن الكريم في سورة يوسف قالوا له إيه يوسف أيها الصديق قفتنا في سبع بقرات السمان يأكلونا سبع عجاف وسبع سمبلات خضر وأخرى يابسات صح؟ لعلي أرجعوا للناس لعليهم يعرفون اللي هو الرجل اللي هو كان قال له اذكرني عند ربك فرد سيدني يوسف قالت سبع سنين دعبا متواصلة سبع سنوات فما حصدتم فظلوه في سنبوله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأكلون بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأكلون بعد ذلك عام فيه غادس الناس وفيه عصرون بسيدني يوسف قال له السبع سنين اللي هي مثمرة تخزنوا الحنطة أو الحبوب إلى آخره في السنابل بتاعتهم وده كان السر لكن تخلوا الخزين ده يستمر إلى ما بعد السبع سنين المثمرة وربنا في الآخر في علمه اللي دني زود سيدني يوسف عنده اللي هو اللي عامل فيه غاصل الناس وفيه عصرون في المسيحية في الإنجيل بتاع يحنى سيدني عيسى عليه السلام لما أكل الناس الخزين الفرنسية قامت وهي مقولة تنسب لميري انتوانوت ظلما أو جهلا أو حقيقة اللي هي لهم مشتقين العيش قالت لهم خليهم يكلوا جاتو فلما كلوا جاتو كادوا راسها معها وتقطعت راس الميري انتوانوت في هذه الصورة فده بالنسبة لأهمية لغيف الخبز اللي هو بيمثل أهمية الحبوب أنواع الحبوب اللي احنا نتكلم عنها كثيرة لابد ان احنا نخزنها منها القمح والشعير والدرة والأرز وكثير جدا يعني وأنواع كثيرة من الحبوب بتخزن يعني بل تمثل الغذاء الرئيسي لأي شعب من الشعوب كل الحبوب البقولية والفول والعاتس وكل الأشياء دي كلها تمثل غذاء رئيسي لكل الشعوب العالم ويقاطع مشترك أعظم من أقصى الشرق في الصين وبعد الصين إلى أقصى الغرب أمريكا اللاتينية وأمريكا إلى آخره إلى آخره إلى آخره كله بيشترك فيها مشكلة اللي احنا عايزين عليكها النهار ده هي نقص توفر الحبوب اللازمة لتغطية الحاجة الغذائية اللي هي الحبوب اللي احتعمل لنا أنواع كثيرة من الطحين اللي احنا نسميه اللي هو الدقيق اللي حعمل منها الخبز وحعمل منها الأشياء الأس معيشة المجتمع الحاجة الخانية يبقى مهددا هذا الجانب من أمنه الغذائي يبقى أنت من ناحية الأمن الغذائي إذا اعتمدت على المساعدة الخارجية ستصبح أنت في موقف صعب جدا جداً أنت وشعبك ومجتمعك أهم الأسباب التي تؤدي إلى تراجع في تغطية الحاجة للحبوب الأسباب كثيرة منها منها إيه زي ما حنا شايفين في الصورة أو في الشريحة نقص الموارد يعني عدم اهتمام الحكومة بتمويل القطاع الزراعي دي نمرة واحد نمرة اثنين عدم توفر البنية التحتية لزراعة واحتاجات الري أو المساحات الصالحة لزراعة وأهم شيء سيدنا يوسف عمله لما مسك اللي هو إدارة شؤون مصر اللي هو شق الترع والبرك والأنايات لالقنال علشان تصل إلى كل مكان في الأراضي الزراعية المختلفة في مصر على دفاف النيل وخارج دفاف النيل إن عاملتات نقص الخبرة التقنية والمعدات التقنية العامل الرابع نقص العمل البشري المدرب لابد ندرب الشباب على أنهم يشتغلوا في الزراعة ضعف النظم الإدارية للقطاع الزراعي يعني كتير جدا في النظم الزراعية ضعف التشريعات الوطنية اللي بتحمي القطاع الزراعي نفسه التشريعات لأنها محاولة الزراع فيه كتير صناعات كتير جدا لما كلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت ضعف الجدول الأقصدية من السمار في الزراعة الحبوب الأثر البيئي المناخ اللي حوالينا ده على القطاع المتعلق والأنتاج الأمن يعني سواء الأمن اللي هو اللي بنكلم عليه البوليسي داخل الدول أو الأمن الغذائي وأهميته ونمرأ الأخيرة اللي هي التخزين كيفية التخزين الحبوب في الصوامع وفي المخازن إلى آخر دي الأسباب اللي بتخلي نتراجع تغطية الحاجة للحبوب إمتى نتدخل بقى كمؤسسات إغاثية أو مؤسسات إنسانية أو مؤسسات مجتمع مدني في هذا المجال يعتمد التدخل على عدة أمور تدخل إمتى لما يكون فيه حاجة حقيقية للتدخل يعني لما نجد أنه فيه مجتمع من المجتمعات يتطلب يطلب مننا أن نساعده في التدخل في زراعة أراضية في التدخل في الحصول على الحبوب المناسبة في التدخل في تعليم الفلاحين والمزارعين والعمال في هذا المكان التقنية الجديدة في التدخل في إعطاءهم السماد والكيمويات وإعطاءهم كذلك اللي هو الجرارات والآلات الزراعية كثيرة فكل هذه الأشياء تأتي بناء على حاجة المجتمع الذي يريد مننا كجمعيات إنسانية ومؤسسات مجتمع مدني أن نتدخل فلابد أن نربي حاجة بناء على رغبة الفلاح وبناء على رغبة المجتمع الذي نعمل فيه دي نمرة واحد نمرة اثنين جدوى التدخل لما نشوف تدخل نحن حيعمل إضافة إيجابية لإنتاج الفلاح نأتي له بشيء جديد نعلمه شيء جديد نأتي له بآلة جديدة أو تكنولوجيا جديدة أو معلومة جديدة إلى آخره أو نأتي له بمحصول جديد أو ببذور قوية معروف تاريخها وتاريخ إنتاجها كل هذه الأشياء بتجعل مننا كمؤسسات مجتمع مدني أو مؤسسات إنسانية قادرة على التدخل وفق حاجة المجتمع وفق حاجة المجتمع لأن نتدخل لكي نحطم الزراعة لأن نتدخل لكي نحطم التربية الحيوانية لأن نتدخل لكي نحطم الملاح أبداً بل نرى من الفلاح ومن المزارع ومن العامل ومن التاجر إلى آخره ماذا يريدون مننا أن نحضر إليهم لكي نتدخل معهم دي نمر واحد دي نمر واحد دي نمر اتنين اللي هو التدخل سيحصل أثر إجابة على القطاع وتحقيق الهدف من خلال تأمين الحبوب اللازمة لعدد السكان المستهدف خلال فترة الزمنية معينة النقطة الثالثة هل التدخل بتاعنا ده هيعمل تغيير ولا لا هل التدخل بتاعنا ده هيحدث أسواق قديدة ولا لا هل التدخل بتاعنا ده هيخلي الزيادة في الإنتاج وازديادة في الدخل وازديادة في التوزيع وازديادة في التخزين ولا لا يبقى التدخل بتاعنا يكون مدروس على أساس حاجة الحقيقية للتدخل جدوى التدخل من عندنا نحن وقابلية أحداث التغيير ولا بد التدخل بتاعنا يحدث تغيير في أشكال مختلفة في التدخل في هذه المسيرة اللي احنا نتكلم عنها في لها أشكال كثيرة مختلفة في مراحل مختلفة من الزرع أشكال كثيرة في مراحل مختلفة من مراحل الزراعة نفسها أول شكل من هذه الأشكال هو التدخل في حالة أو في مرحلة الزراعة أو وضع البذور هل نخدم مواد التعقيم، المعدات التقنية والأدوات الخاصة بالبذر، الأرشادات التقنية الخاصة بالبذار احتياجات الرأي الأولى من وقود أو صيانة ومعدات بالإضافة إلى التدريب الخاص للفلاحين ومدرأة الأراضي وإضافة المحلية ده وإحنا لسه بنزرع، هنزرع يكون ده في مخنا في خريط الطريق لإخراج المنتج المحلي لدينا وذلك كل يكون بكميات وطرق وفق المعايير التقنية المطلوبة والمبنية على الطبيعة البيئية والطريق الزراع على المنطقة يعني يكون ده مدروس هذه المنظومة وإحنا هنزرع في الأرض دي إيه هو أنه على البذور، إيه هو المناخ، إيه هي وسائل الرأي، إيه هي صلاحية الأرض إيه هو المناخ الصالح لزرعة هذه البذرة أو عدم ضرعة هذه البذرة ده أول شيء في المرحلة الأولى خالص المرحلة الثانية يعني إحنا هننتج كيف نعتني بالإنتاج؟ كيف نعتني بالإنتاج؟ ماذا نقدم لكي نعتني بالإنتاج؟ أول حاجة الأسمدة، وتمنى أنها تكون أسمدة غير كيموية معدات أو أدوية للتعشيب، كيف نحصل المنتوق؟ هنأخذ الأعشاب، كيف نأتي بهذه المواد؟ معدات مكافحة الأفات الزراعية، احتياجات الرأي، سواء كان الوقود أو مصادر الطاقة المختلفة الشمسية وغيرها التخزين، مقبلك، والمياه، شبكات الرأي، سيانة أو تقديم وترميم المشاريع الجماعية للسدود والشبكات المركزية، واحتياجات الزراعة الترميمية والتنبئات بالتقص وأدوات الحماية من التغيرات البيئية بالإضافة إلى التدريب الخاص بالفلاحين زي ما كتمنا بكده من مهم جدا أن نعرف مصادر المياه في مثل هذه الأراضي في أماكن تحتاج إلى مياه موسمية، في أماكن فيها أنهار، في أماكن فيها بحيرات في أماكن فيها سدود، في أماكن فيها مياه جوفية إلى آخر ففي مرحلة الإنتاج لابد أن نراعي مثل هذه الأشياء الأساسية لكي يأكل المنتج بتاعنا وفير جي النقطة الثانية في مرحلة العناية بالإنتاج النقطة الثالثة في الحصاد، بعد ما نحصد المحصول، من خلال تقديم الأدوات الخاصة بالحصاد يعني نشوف إحنا ماشي مرحلة مرحلة وقد يكون الشاب مننا اللي عايز ياخد قطعة أرض زراعية في مكان ما بيمزك كده بالهابولي ويقول أنا هاخد الأرض دي وأعمل كذا كذا وأنا عنطر الأرض مش عابلة وأنا شجيع السيمة أبو شانب برديم لا ما بيمشيش كده تعرف الأرض، تعرف البذرة، تعرف المناخ، تعرف الزرعة، تعرف المياه تعرف أما تنتج أما تحصد إلى آخره إلى آخره، يعني هذا الموضوع يعني هي الزراعة هي صناعة الزراعة، الزراعة صناعة مجتمعية وصناعة اقتصادية وصناعة صناعية تقديم الأدوات الخاصة بالحصاد، سواء الأدوات الأدوية أو الحصادات الآلية الأكياس ومستعبات جمع الغلال، مساحات التجميع في الأراضي أو التخزين معدات جمع وتخزين، منتجات الثانوية، معدات الإدارية والتوثيقية، مواد التعقيم ومواد إلى مواد الاحساجات المتعلقة بالنقل شوف بقى كده، شوف هناك لما بصوا في الثلاث نقط اللي احنا تكلمنا عنهم دول البذور والإنتاج والحصاد، هتلاقي أن فيه أشياء كتير جداً بتحدد خريطة الطريق لأي شاب صغير من أمثالنا يريد أن يستصل حقيقته على الأرض في الصحراء أو في مكان بعيد لابد يدعو هذه الخريطة الطريق أمامه لكي يستطيع أن يافي احتياجتها وحدات التحكم بالسعر والتخزين، معنى إيه؟ تقديم الدعم لوحدات الجمعية للتخزين ودارة المخزون، لابد ندعمها، وإلا ندعم من ناحية الحكومة أو من ناحية مؤسسات الإنسانية الوطنية ودارة المخزون التي تمكن المزارعين من التحكم بتوقيت البيع يعني أنت عشان راجي أبيع في الوقت اللي السعر فيه مرتفع لابد يكون عندي الصوامع وأماكن التخزين مجهزة لكي تستوعب هذه الكميات دون فسأدها وفق الطريقة التي أضمن لها عفضل السعر ونسكر أمثال الوحدات التخزينية المغطاة والمكشوفة أنا كان زمان وأحنا كنت بروح عند ابن عمتي في طنطة كان فيه حتة اسمها قدامه شونة بيخزنوا فيها تعرفوا شونة دي معاناها إيه؟ حتة أرض مفتوحة طبعا هي مصورة لكن بتأكل منها كل الحيوانات والطيور ولو نزل مطرة في الصيف بتفسد كل المحصول ده تخيلوا بقى؟ وفيه هناك بكميات الأطنان من الحبوب موجودة فطبعا كان نص هذه الأشياء بيفسد وده ما كانش على غيرار ما عمله سيدنا يوسف عليه السلام أنا فاكر الشونة دي صوامع الحبوب الصيانة والتوريد الاحتياجات متعلقة بالتعقيم بتعقيم الأمكان عشان الحشرات بناء القدرات متعلقة بإقدارة المخزون ده التحكم بالسعر وإلا محصول بتاعنا حيبوز يعني الفرق كان بين معركة اللي كان بين سيدنا يوسف عليه السلام وبين كهنة المعبد إن هو عرف السر الرباني فظلوه في صنبله فسدنة المعبد حبوا يعمله زي ما بعمل سيدنا يوسف فخدوا الشعيخ خدوا الحبوب كلها وشلوا منها الصنبلة وحطوها بعد سبع سنين أو بعد كل سنة من السنين اللي حمالوها دي كلها أو بعد السبع سنين بصوا لقوا إن المحصول بتاعهم الحبوب فسدت أما اللي عندي سيدنا يوسف لما يفسد ليه لأنه علمك كيف يخزن الحبوب فاستطاع بهذا العلم اللي دوني من أن ينتصر على سدنة المعبد من الكهنة الذين كانوا يعبدون الإله آمون السوق يعني نروح للسوق ما عملية كم كاملة العملية من الفلاح للأرض للزرعة للتخزين للمياه للسماد لكذا كذا للسوق فلابد نساعد السوق كمان نبني سوق نساعد العمال اللي اللي صغالين في السوق التجار اللي صغالين في السوق البنية التحتية في السوق كل هذه الأشياء لابد تتطويب بعضها البعض من خلال تقديم السنة اللي ببنية التحتية الخاصة بذي الأسواق سنة الطرق المتعلقة بها مستلزمات التسويق الصمصرة دعم التجار والإقراض والترويج الربط بين التشبيك بين أسواق المختلفة متخصصة بالإضافة إلى عقد المهرجانات التسويقية الزراعية الخاصة بكل المنطقة تقديم التدريب للتجار والسمصرة يعني نحن نتكلم عن السوق صناعة البذار صناعة الزراعة صناعة الانتاج صناعة الحصاد صناعة التخزين صناعة ما هيش عملية هرجلة ما هيش هبلية ما هيش أنا الفكيك لا العملية عالية صناعية مدروسة منهجية صناعة قان Boos مدروسة منهجية وحيثت تعظيم السعر يعني أ tattoos تعظيم السعر يعني أنا لما أطلع يا الحبوب دي أحولها لا个 بحولها ان openings بحولها يا دقيقة بحولها الخبز بحولها المكارونا بحولها النشا إزاي فأنا لابد أن أدعم المطاحن أدعم المخابز أدعم المصانع أدعم 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 Coca ادعم But مش هيرتفع سعر القيمة الغذائية أو القيمة المادية للحبوب اللي أنا بنتجها فلابد على الدولة نفسها أن تعظم من قيمة الانتاج بدعم مثل هذه المنظومة في المطاحن وفي المخابز وفي المصانع وفي الأسواق إلى آخره وإلا سيهجر الفلاح أرضه وفي كثير من الحكومات لا تنظر لقيمة الأرض وهذه حكومات غافلة أو حكومات جاهلة أو حكومات قد تكون عميلة لأن بعض مسؤوليها يستفيدون من القروض الأجنبية ومن الانتماء لمنظومات غير وطنية يبقى مقصود تقديم الدعم مقطعات مرتبطة بإنتاج الحبوبة تحقق قيمة مضافة على الإنتاج مما يحقق عائد ما يشجع الإستثمار ونأخذ هنا تقديم الدعم المطاحن والتكفيف المخابز مصنع الماكارونا النشا تصنيع الأعلاف الكيمويات البيرة طبعا البيرة مش عندنا بس يعني مكتوبة من حاجات دي كلها أو العصائر يعني جنبت بير الصناعات الغذائية لآخرة ودعم يكون تقديم المعدات والصيانة ودعم التكاريف للإنتاج احنا كنا شايفين الحروب في أوروبا ما بين بريطانيا وبين باديو الأوروبا خاصة بريطانيا وأمريكا تنزل اللحوم تنزل اللحوم وإيتانيا رب وتنزل ألبان وتنزل الجبن كان بتوقف الفلاحين الفرنسوين في الطرق يمنعوا دخول مثل هذه الشاحنات من دخول أوروبا أو دخول فرنسا إلى آخر لأنها مدعومة أكتر من البريطانيين وأقل في المنطقة الثانية التدخل على مستوى الإداري لابد نحسن إدارة الانتاج سواء كان في الحكومة أو سواء كان في المحليات الموجودة عندها ذلك من خلال دعم وتشجيع النظم الأدرية الخاصة بالقطاع سواء على مستوى المزارع المزارع الأسرية أو الفردية أو على مستوى الجماعي دعم الجمعيات الفلاحين أو تشكيلها إلى آخر ودعم الحكومة سواء بتقديم التدريب والمعدات يعني معناها أن الحبوب حتى صناعة حتى الحبوب يعني زراعة الحبوب صناعة دخل فيها ست مراحل دخل فيها ست مراحل حولهم تانية كده بس بالإسم كل مرحلة فيها صناعة بنأبذاتها أول حاجة مرحلة الزراعة أو البذار دي صناعة من الصناعات مرحلة الانتاج دي صناعة أخرى مرحلة الحصاد دي صناعة ثالثة مرحلة التحكم بالسعر والتخزين للصناعة 4 مرحلة السوق صناعة 5 مرحلة وحدات تعزيم الصناعة 6 مرحلة التدخل عن مستوى إدارة صناعة كل هذه الصناعات دي الدائرة بتاعتهم شايفينها الدائرة اللي احنا عملناها دي واللي عملها الشباب معايا بالأمس نبدأ بالأرض الصالحة والمياه الصالحة والبادرة الصالحة ثم الزراعة ثم حربة الأفات والحشرات قبل الإنتاج ثم الحصاد ثم العناية بالإنتاج ثم التخزين ثم التعبئة والتعقيم ثم واحدات التحكم بالسعر ثم المواصلات ثم التوزيع ثم السوق ثم واحدات تعزيم القيمة الإقصادية شوف كم مرحلة مشينا فيها واحد واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلتاشر بعتاشر مرحلة بعتاشر مرحلة كل منها تعتبر صناعة عبدتها كل منها تعتبر تخصص العملية مش عملية هبولي اي حد يمسك حتى الارض كده وقول انا هروح ازرع كذا 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 وتلاقي المجهود اللي بيبذله في هذه الارض ها يستهول ضعف او اضعاف كثيرة جدا من الانتاج ليه لانه بماشي على غير هدى والهدى هنا عندنا منذ ما هذه هي خريطة الطريق خريطة الطريق قدامنا هنا هو بنتكلم فيها من ايجاد الارض المياه البذرة الزراعة الآفات والحشرات الانتاج الحصاد العناب الانتاج التخزين تعبئة تعقيم التحكم في السعر المواصلات التوزيع التسويق تعزيم القيمة الاقتصادية هذه الاشياء لابد اي شاب مننا خاصة في كثير جدا من الشباب ما عندهمش مشروع او هدف في الحياة انهم يعملوه فلابد او اخذنا قطعة ارض نصبر عليها وهذه هي خريطة الطريق نزيد عليها نزيد عليها نزيد عليها كيف نزرع او نبني اقتصاد بلدنا دي رسالة للشباب زي ما انا بقولها دايما بالخاصة من نسبة الاستصدير والاستراد وخاصة من نسبة الانتاج المحل ايها الشباب ودي رسالة ارجوك ارجو ان من يسمعني اليوم يحاول ان يعيها ويحاول ان يفهمها ويعيها ثم يطبقها اول حاجة لا يغرنكم لا يغرنكم ما من كان القائل ما من كانت حيثية وصفة وخبرة واسم القائل لا يغرنكم من قال ان الاستراد اهم من الانتاج هذا كاذب ان الاستراد اقل تكلفة من الانتاج هذا بهتان ان جودة المستورد الاجنبي على من جودة المنتج المحل من قال ان الاستراد اهم من الانتاج لا يغرنكم من قال ان الاستراد اهم من الانتاج ان الاستراد اقل تكلفة من الانتاج ان جودة المستورد الاجنبي اعلى من جودة منتج المحلي او من قال ان الارض الزراعية التي بارت وتصحرت واصبحت ملحة سبخة ولا فئدة منها او فيها بيجوا بينكم ايها الشباب يقولوا كلام ده ليه عشان يحطموا من عزيمتكم علشان يجعلكم تكسبوا الكسب السريع ولا تبنوا اقتصاد بلدكم القائم على المنتج المحلي لن تبنوا اقتصاد بلد مهما عظمه او صغره الا اذا كان المنتج محلي بل قولوا لهم ان الانتاج قيمة الانتاج عزة واستقلال وابناء شخصية مجتمعية سوية لواحد يكون سعيق جدا لما يلاقي الامح مطلعه من ارضه او لقي الدرع مطلعه من ارضها او الفول او الشعير او العتس الى اخره او الفاكهة او الى اخره من الارض بتاعته ورديها الناس كانوا يشوف انا عملت دي حتى في الجناة الصغيرة في بيتكم حتى ممكن تعمله زراعة بدون تربة على الاسطح او في الصوب بل قولوا لهم ان الانتاج عزة واستقلال وابناء شخصية مجتمعية سوية شخصية تستطيع ان تدفع عن الارض تدفع عن الوطن وتدفع عن المجتمع ان الانتاج المحلي وفرة وتفعيل وتمكين للقوى البشرية الانتاج وفرة كل سنة بوفر المواد الغذائية كل سنة بفعل الشباب وبفعل العمال عشان يشتاول معنا وكل سنة بمكن القوى البشرية من الانتماء الوطن والانتماء المجتمع والانتماء المنظومة التي تعيش في داخل الدولة ان الانتاج يحافظ على الرقعة الزراعية مش فقط الرقعة الزراعية والمكونات الخلاقية اللي تتخدم الإنسانية يعني كنا زمان بنرى في الأراضي نوع من أنواع الطيور بيأتي أو أنواع الثمار بتطلع أو أنواع الأشجار أو إلى خير موجودة مش موجودة حاليا مش موجودة لماذا؟ لأن احنا أهملنا الاستثمار في القطاع الزراعي سواء كان في القطاع الحبوب أو في القطاع الثمار الأخرى بل قولوا لهم أيها الشاب أن الانتاج عزة واستقلال وابناء شخصية مجتمعية سوية وفرة وتفعيل وتبكين القوى البشرية محافظة على الرقعة الزراعية والمكونات الخلاقية للتخدم الإنسانية إن الأرض السابقة قولوا لهم أيضا أن الأرض السابقة والمالحة والمتصحرة ممكن معالجتها ممكن زراعة فيها ممكن مضاعفة الانتاج فيها وقولوا لهم إن كثرت العمالة لمحاربة البطالة والربح الأعظم هو في بازا في توفير فرص العمل وتدوير رأس المال الوطني في الأسواق الشعبية قولوا لهم أن الأرض السابقة والمالحة والمتصحرة ممكن معالجتها وكثرت العمالة لمحاربة البطالة والربح الأعظم هو في توفير فرص العمل وتدوير رأس المال الوطني في الأسواق الشعبية قولوا لهم أن جودة الانتاج هي في الملكية في الملكية الأرض وملكية المنتج وجودة الوردات هي في التبعية كن تابع فلذلك أنت تابع لمتبوع والمتبوع هو الذي تتحكم فيك جودة الانتاج الأجنبي ماذا؟ ما الذي يصنعها؟ لاستهلاك الأسواق الشعبية المحلية ليه؟ لأنهم بيأخذوا من أرباحهم ليزديدوا جودة انتاجهم كلما باعوا لبلد خامل لا تستطيع أن تزرع أو تصنع أو تنتج ازداد العائد الربح عندهم فيجودوا جودة انتاجهم أما إن كنا نحن نصبر على أنفسنا لنزرع وننتج ونصنع ونسوق فنستطيع أن نجود الانتاج بتاعنا بعد السنين ونكون منافسين لهؤلاء أو متقدمين على هؤلاء إن الأرض السابقة والمالحة والمتصحرة ممكن معالجتها كثرت العمال لمحرابة البطالة والربح الأعظم وفت فيه الفرص العمل تدور رأس المال ووطني في الأسواق الشعبية جودة المنتج هي الملكية وجودة الوردات هي التبعية جودة الانتاج الأجنبي يصنعها استهلاكنا إحنا استهلاكنا إحنا في الأسواق الشعبية المحلية أيها الشباب أنيروا قلوبكم بمعرفة دينكم تاريخ وطنكم مقدرات بلدكم كفاعة أبنائكم خيرات أرضكم زلال سماءكم وحب ربكم اوعوا 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 تكونوا شباب خانع طري تبعي ليس له ظل وليس له قيمة في الحياة إن أردتم الاستقلال بشخصيتكم الوطنية فعليكم أن تكونوا شباب منتج شباب صبور شباب قادر على التفاعل شباب قادر على الانتاج وعلى العطاء وعلى التلاحم وعلى بناء المجتمعات وعلى حماية الوطن وعلى حماية الأرض والزرع وكل شيء في المكونات الوطن جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ومي تومورو same time 12 o'clock London time 2 o'clock مكة time at the same subject hungry men cannot think hungry people cannot think properly about the cultivation and storing of seeds agriculture seeds والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته